كمية المخدرات التي اكتشفت في مدينة كاركوك وحدها تكفي لجعل نصف الشعب العراقي من المدمنين بهذه العبارة وصفت لجنة مكافحة المخدرات النيابية على لسان رئيسها عدنال جحيشي مستوى كارثة انتشار المخدرات التي لا يستثني خطرها أحدا وذلك بعد أعلان السلطات الحكومية اتلاف 14 طن من المخدرات في كاركوك وحدها قبل أيام مؤكدة أن كميات المخدرات التي تدخل إلى العراق تضاعفت خلال السنة الحالية نظرا لبقاء المسببات لهذه الأزمة من تورط جهات محلية وأقليمية بهذه التجارة تفند هذه التصريحات وأرقام وزارة الداخلية الهادفة إلى التقليل من حجم الكارثة التي أعلنت القبضة على أكثر من 17 ألف شخص بتهمة حيازة مواد مخدرة وضبط وإتلاف أطنان عديدة من المخدرات والمؤثرات العقلية وفي الاتجاه ذاته تذهب لجنة الأمن والدفاع البرلماني حيث تؤكد أن العراق بعد أن كان مجرد ممر لعبور المخدرات تحول إلى بيئة لإدمان المواد المخدرة وهو ما يترجم غرق الكثير من الشباب في هذا المستنقع هربا من الأزمات الاقتصادية والاشتماعية وغيرها ولا يقتصر تأثير أزمة المخدرات على محافظات الوسط والجنوب اتركت أبلغ التأثير على كردستان العراق بعدما انتشرت هذه الظاهرة بين الشباب بشكل واسع النطاق وهما دفع رئيس حكومة كردستان العراق مسرور برزاني إلى اتهام المجامع المسلحة في إشارة إلى ميليشيات الحجد بتهريب وتجارة المخدرات عبر استغلال الحدود الرخوة أمنيا اتهم البرزاني تطابق مع تصريحات أمنية وبرلمانية سابقة كشفت عن تورط مسؤولين السياسيين وميليشيوين بهذه التجارة التي تدر على شخصيات بعينها عائدات مالية ضخمة في ظل استمرار عملية تهريب المواد المخدرة القادمة من سوريا وإيران عبر معابر حدودية تسيطر عليها الميليشيات وفقا لتقارير دولية